اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهو الكيرفيلينيار ترانسليشن مش معنا في الريكتلينيار ترانسليشن حكينا بنستخدم الاشي الاساسي لانه ترانسليشن انه ما في عندي الروتيشن الفة بتساوي صفر فبالتالي الاكويشنز اللي بنستخدمها في حل خليني اعمل شير فبالتالي الاكويشنز اللي بنستخدمها لحل هذه النوع من المسائل اللي هو سميشن الفورسز على ال اكس بساوي ام ا ا جي اكس سميشن الفورسز على ال واي بساوي ام ا ا جي واي وقلنا اذا كنا شاطرين وخلينا او طبيعة السؤال بتسمح انه انخلي اتجاه الحركة مع اتجاه ال اكس مثلا فبالتالي ما في عندي حركة على الاتجاه التاني العمودي عليه فحيكون عنا سميشن الفورسز على ال واي بساوي صفر هدول where the two equations اللي بتعلقوا بالفورسز الإكويشن coloc teh اللي بتتعلق بالمومنت اللي S H T بتساوي صفر او اذا لقينا نقطة الثانية في السؤال احسن ناخذ المومنت حواليها زي النقطة بي فسميشن المومنت حوالي البي بساوي بلس منس ال-M-A-G-D اوكي بعدين حلينا او حكينا على السامبل problem 61 اللي هو موضوع الفريكشن والدفع الخلفي او الدفع الامامي او الدفع الرباعي وحلينا سؤال الان بدنا انحل كمان سؤال على هذا السيكشن السؤال اللي بدنا انحله سؤال ستة تسعة وعشرين سؤال ستة تسعة وعشرين بحكي زي ما انتم شايفين في عنا عربة فحم وزنها الفين كيلو غرام الان الجي تبعها زي ما انتم شايفين بالسؤال بيبعد عن العجال الامامية ستمية ملي متر وعن العجال الخلفية ستمية ملي متر وارتفاعه عن عن العجال الامامي عن العجال تسعمية الان هذه نحكي عربة الفحم بتمشي على انكلين سيرفيس بعمل زاوية تلاتين درجة مع الهوريزنتل الان في عنا كابل الكابل هذا بنسحب فيه العربة الان في عنا كاونتر ماس مقدارها م هذا اللي بدنا نطلعه في السؤال بدنا نطلع الماس بحيث انه ما يصير في عنا اوبر تيرن اوف دك كار اباوت الويل بي اوكي المطلوب في السؤال مرة تانية اللي هو احنا ملاحظين في السؤال هون كيف الكابل عند السي بعمل التنشن الان في عنا خوف في انواع حركة زي هيك انه يصير في عنا اوفر تيرن يعني تقلب الكار اللي عنا الان اذا بدها تقلب الكار اللي عنا حيكون نتيجة انه صار في مومنت حوالين النقطة بي اوكي او بكلمات اخرى بيصير في عنا اوفر تيرن اوفر تيرن لما النورمال عند العجال الامامية اللي هي الويلز اي يصير صفر لما النورمال يصير صفر يعني لوزنج الكنتاكت لما لوزنج الكنتاكت معناته في هذه اللحظة بيصير في عنا اوفر تيرن اباوت الويلز بي فاحنا بدنا نطلع الماس ام اللي عندها الليمت او الماكسيمم ام اللي عندها بيصير الاوفر تيرن اوكي او خلينا نقرأ صيغة السؤال بالضبط اللي هي قلنا سؤال 29 طبعا اللي هون بالبريتش يونت اوكي بدنا نحدد الماكسيمم ماس لا الكار هادي بحيث انه الان حكيلي وخد بعين الاعتبار انه التنشن في الكابل عند النقطة سي اثنين في دابليو طيب اوكي هسا بنشوف على السؤال اي ملاحظة على السؤال قبل ما نبلش بحله شباب الصبايا الان خلينا اول اشي نرسم ل free body diagram هاي رسمنا الريجد body دايما اول خطوة نرسمها الfree body diagram بنحط الفورسز اللي موجودة في هذا السيستم في عنا ال NA النورمال عند ال wheels A النورمال عند ال wheels B في عندي الوزن باتجاه center of earth بس خليني اخذ الcomponents تابعونه اللي هو M1G sine 30 وال M1G cosine 30 هاي اني رسمتهم وفي عنا tension لا الاعلى طبعا tension احنا مش عارفين قيمته الان ففي عنا هدول الفورسز الخمسة اللي هم A ال B two components تابعون الويت وال tension هدول الخمسة فورسز هاينا حطيناهم على free body diagram تمام الان طبعا معطيني مركبة الوزن M1G sine 30 معطيني اياها بالكيلو نيوتن لانهم حاط الماس هون مش حاط 2000 كيلو غرام حاط 2000 ميجا غرام فبالتالي هون بالميجا فبالتالي 2 في G في ساين 30 اللي هو نص بطلع عندي 9810 نيوتن اللي هي 9.81 كيلو نيوتن بالنسبة 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 لمراكبة الوزن الثانية اللي هي M1 G كوسان 30 عندنا الماس 2 بس بالميجا غرام في G في كوسان 30 بطلع عندي 16.99 كيلو نيوتن تمام هاي خلصنا ال free body diagram زي ما انتم شايفين الآن بيضل أحط عندي الماس في ال acceleration أو kinetic diagram فبنروح على G من G هيكون طالع عندي M1 في acceleration تبع الكار اللي هي بدنا نشوف ما يصير فيها overturn إذن هاي M1 A M1 اللي هي 200 كيلو غرام أو 2 ميجا غرام في acceleration A الآن نروح على الماس التانية الماس التانية بلاحظ إنه في عندي M G لتحت وهذه ال M اللي أنا قاعد بدور عليها في السؤال الآن لا الأعلى حيكون عندي التنشن على 2 صح أو لا هيكون عندي التنشن على 2 الآن إذا كان عندي الأكسلاريشن تبع الكار A فمعناته الأكسلاريشن تبع الماس هيكون لتحت بمقدار 2 A دكتور ليش التنشن على 2 كيف تعالي صوتك ليش التنشن على 2 ليش التنشن على 2 هاينا بدنا نشوف أوكي الآن بلاحظ إنه إحنا الكابل هذا الأخضر هاينا بدأ أروح على هذا الكابل الأخضر قديش فيه تنشن مقدار T الآن هذا الكابل اللي بدأ لونه بلون ثاني هذا الكابل اللي هو هذا الكابل أوكي هيكون فيه T على 2 لأنه إحنا إذا جينا عملنا summation forces عنا summation الفورس على Y بدو يساوي الماس في الأكسلر الآن الآن حكيلي في السؤال أنه نجليكت الماس تبعة البوليز يعني حيكون عندي صفر في الأكسلر يعني صفر أوكي فمعناته سميشن الماس في عندي الخط الأخضر حيكون T أوكي التنشن في الكابل الأخضر حيكون T الآن ناقص اللي هو بدأ أسميه T1 ناقص T1 بدو يساوي صفر إذن منه بستنتج هنا إنه الكابل الكابل T1 بدو يساوي T على 2 تمام شباب الصبايا كيف جبنا تنشن في الكابل الأحمر اللي شايفينه بساوي نصف التنشن اللي في الكابل الأخضر لأن البولي داخل عليها كابل واحد أخضر وبتتوزع ل 2 red كابل تمام شباب اللي سألوا كيف جبنا T2 كيف جبنا T2 اللي هو التنشن في الكابل الأحمر أوكي تمام دكتور تمام الآن في نقطة تانية كمان اللي هو إذا كان الأكسلاريشن كان الأكسلاريشن عندي تبع الكار هذه للأعلى بمقدار A قديش الأكسلاريشن تبع الماس بدو يكون الآن كيف بدنا نعرف هاد هل هي هتكون ضعفها نصها شو الحل الحل بنستخدم نفس اللي استخدمنا في شابتر الاثنين اللي هو الديبندنت موشن حيكون حيكون في عنا حيكون في عنا هادي بدي أسميها S هادي بدي أسميها S الكار أوكي بعدين من الخط هذا للماس اللي عندي هادي بدي أسميها S ماس بعدين باجي بكتب ال التوتل بدها تساوي ال S كار زائد الطرف الثاني بدو يكون ال S كار ماينس ال S ماس أوكي فبالتالي حيكون عندي الآن ال التوتل بدها تساوي اثنين ال S كار ناقص ال S ماس تمام فإذا كان عندي ال S كار ال S كار بتساوي S كار بتساوي A خلينا نأخذ ال تبعها أوكي بساوي الأكسلاريشن تبع الكار ناقص الأكسلاريشن تبع الماس إذن اثنين هنا الأكسلاريشن تبع الكار أوكي إذن اللي هيصفي عندي هنا هيصفي عندي ال A ل الماس بدأ تساوي 2 الأكسلاريشن تبع الكار أوكي شباب الصبايا الآن إذا كان الأكسلاريشن تبع الكار A معناته الأكسلاريشن تبع الماس بدو يكون عندنا 2 A تمام إذن هيشوفنا أنه التنشن في الكابل اللي ماسك فيه الماس بساوي نصف التنشن اللي في الكابل عند النقطة C وشوفنا أنه الأكسلاريشن تبع الماس بساوي ضعف الأكسلاريشن تبع الكار أوكي شباب الصبايا لحديث الآن إذن نرجع لحل السؤال تبعنا نرجع لحل السؤال تبعنا فزي ما احنا شايفين بدنا نرسم الفري بادي دياجرام لالماس هيكون عندنا T على 2 لفوق وال M G لتحت ال M قلنا الحديث الآن مجهولة وبما أنه قلنا الأكسلاريشن تبع الكار A فمعناته الأكسلاريشن تبع الماس هيكون 2 A ممتاز الآن بالنسبة بنيجي الآن شو الإكواشن اللي ممكن نستخدم ها الآن في عنا السمميشن الفورسز على الأكس بساوي M A X اللي هي نفتح على الإكواشن تبعونا Rectilinear Motion هاي الإكواشن تبعونا Rectilinear Motion سمميشن الفورسز على الأكس بساوي M A G X سمميشن الفورسز على ال Y بساوي M A G Y سمميشن المومنت على G بساوي صفر أو سمميشن المومنت عند P بساوي Plus Minus M G D الآن احنا أي إكواشن بدنا نستخدم الآن في عنا 2 النونز بالنسبة ل الكار الآن النون الأول اللي هو التنشن في الكابل والأكسيلاريشن هذا مجهولين فلازم لازم نتو إكواشن الآن الإكواشن الأولى اللي بدي أستخدمها الآن بدي أخذ المومنت حوالين ال-B بساوي M A G D لحد ال-B الآن ممكن أخذ أنا المومنت حوالين ال-G بقول المومنت حوالين ال-G بساوي صفر أوكي بس في هذه الحالة شو بده يكون فيه النون عندي إذا المومنت أخذته حوالين ال-G الآن طبعا الشرط عندنا في هذا السؤال إنه بدنا النورمال عند A بساوي صفر هذا هذا الحالة اللي هي بصير عندها ال-Overturn حوالين ال-Rear Wheels بتقلب الكار حوالين ال-Rear Wheels لما النورمال عند A بساوي صفر طيب الآن المانيو المأخذ المومنت حوالين ال-B هل بإمكان أخذه حوالين أحكي المومنت حوالين ال-G بساوي صفر الجواب صح؟ ممكن أخذ المومنت حوالين ال-G بساوي صفر طيب يا شباب الآن لما أخذ المومنت حوالين ال-G شو في النون جديد هيطلع عندي يلا شو رأيكم النورمال على B بالضبط النورمال على B حوالين ال-G بساوي صفر النورمال عند ال-B بده يطلع عندي كأن نون في ال-Equation معناته بدأ أستخدم كمان ال-Equation تبع تسميشن الفورس على ال-Y بدأ تساوي صفر وأطلع النورمال تبع B طيب أنا النورمال تبع B مش عاوز في هذا السؤال بما إنه النورمال تبع B مش عاوز في هذا السؤال ليش أخذ المومنت حوالين ال-G ما أخذ المومنت حوالين ال-B وأخلي وألغي ال-N B من احتياجي في السؤال إذن فهمنا ليش المومنت حوالين ال-B أخذ في السؤال لأن الان بي النورمال عند بي أنا ما بديه إذن بأخذ المومنت عند البي وبالتالي بكنسل الان النورمال عند بي إذن خلينا نأخذ النورمال عند بي لما نأخذ النورمال عند بي نأخذ المومنت عند بي سوري نأخذ المومنت عند بي بيساوي زائد أو ناقص م اي جي دي والدي عن البي الآن الطرف اللي شمال من هذه الإكواشن بده يساوي الفورسز في المومنت آرمز اللي بيساووها الآن خلينا نأخذ أول إشي التي التي بتعمل مومنت حوالين البي طبعا نأخذ هنا الكلوك وايز هو الاتجاه البوزيتب هيكون عندي التنشن في 300 مليمتر هذه الفورس الأولى في المومنت آرم الأولى بعدين الفورس الثانية هيكون عندي مركبة الوزن هذه اللي هي 16.99 في المومنت آرم اللي هو 600 وحيكون اتجاهها بوزيتب لأنه كلوك وايز بعدين الفورس الثالثة هتكون عندنا مركبة الوزن M1G في سايني الثلاثين اللي هي 9.81 في المومنت آرم اللي هو مقداره 900 هذه هتعمل كاونتر تلوك وايز إذن هتكون الإشارة نيجاتيف إذن هدولا الثري فورس اللي بيعملوا مومنت حوالين البي وزي ما انتو شايفين هون مش محتاجين للنورمال عند بي الآن هذا الحكي شو بدو يساوي بدو يساوي الماس في الأكسلاريشن في الأكسلاريشن طبعا عند السنتر أوف ماس في المومنت آرم اللي بيساويه حوالين البي الماس هون بدي أخذها بالاتنين ميجا مش باتنين مش الفين كيلو غرام مش بالكيلو غرام بدي أخذها اتنين ميجا في الأكسلاريشن طبعها اللي احنا مش عارفينه اللي هو الـ A في المومنت آرم اللي بتساويه الـ M1 في A اللي هي التسعمية وبرضو هيكون اتجاهها كلوك وايز معناته هتكون بوزيتف إذن زي ما احنا شايفين في هذه الإكواشن سوينا two unknowns اللي هو التنشن والأكسلاريشن إذن بدنا كمان إكواشن حتى نحل هذه الإكواشن حتى نحل هذه الإكواشن ونطلع قيم الـ A والتنشن هنأخذ سماشن الفورسز باتجاه الحركة اللي هو هذا اللي هو كأنه باتجاه الموازي للإنكلاين سيرفس بدها تساوي الـ M-A-G-A-X الآن التنشن حيكون بالاتجاه البوزيتف ناقص مركبة الوزن هذه مركبة الوزن اللي هي 9.81 كيلو نيوتن هذا التنشن ناقص مركبة الوزن بدها تساوي الماس اللي هي 2 بالميجا كيلوغرام في الأكسلاريشن A الآن برضو زي ما احنا شايفين في عنا two unknowns في هذه الإكواشن إذن في عنا صفة two equations بtwo unknowns التنشن والـ A فحيكون لازم نتدرب على حلهم فحيطلع عندي التنشن مقداره 16.99 كيلو نيوتن والأكسلاريشن بساوي 3.59 متر بير سكن تربيد هذا الآن تطبيقنا للريكتلينير إكواشنز تابعون الكار الروح للريكتلينير إكواشن تابعة الكاونتر ماس أو الكاونتر وير ففي عنا summation forces على الواي بساوي M A Y الآن في عنا بدي أخذ الاتجاه البوزيتف لتحت هيكون عندي الـ M G لتحت اللي هو الـ M أنا مش عارفها الـ G 9.81 ناقص التنشن اللي هو أخذناه من فوق 16.99 كيلو نيوتن على 2 هيت تنشل على 2 بدها تساوي الماس اللي احنا مش عارفينها في الأكسلاريشن قديش مقدار الأكسلاريشن تبع الكاونتر ويت مقدار الأكسلاريشن تبع الكاونتر ويت اللي هو 2 في الأكسلاريشن تبع الكار إذن 2 في 3.59 عندي 1 في هذه الأكسلاريشن اللي هي الماس فبتطلع لي الآن الحد الفاصل بين التيرن والأوفر تيرن اللي هو لما تكون الماس بتساوي 3.230 كيلو اغرام اوكي شباب الصبايا هون احنا زي ما شفنا سوينا الريكتلينيار ترانسليشن للكار والريكتلينيار موشن للبارتكيل ام وطبقنا الاكويشنز وشفنا كيف بنطبق الاكويشن تبع المومنت حتى نطلع الريكويرد انفورميشن في السؤال اي مع اي ملاحظة على هذا السؤال قبل ما نبلش ونروح على درس جديد اوكي شباب الصبايا اوكي شباب صبايا اوكي شباب صبايا اوكي دكتور تمام اوكي تمام تمام حلينا الآن نروح على درس جديد الآن خلصنا الريكتلينيار ترانسليشن بدنا نروح على سكشن اربعة من شابتر ستة اللي هو الروتيشن اباوت فيكس بوينت لا الريجد بادي الآن شو اللي حنسوي في هذا السؤال الآن حنرسم الريجد بادي زي ما انتو شايفين لما نرسم عليه الفورسز ونرسم عليه المومنت معناته احنا رسمنا الفري بادي دياجرام وبنلاحظوا انه هذا الريجد بادي مثبت من نقطة معينة او بلف حوالين اكسز معين هذا الاكسز نورمل على البلين اوف دا بيج ففي عندنا اكسز مار من النقطة او عمودي على الصفحة الآن السنتر اوف ماس ببعد عن او مسافة مقدارها ار جي هاي رسمنا الفري بادي دياجرام والنقاط اللي عليه الآن بدنا نرسم الكايناتيك دياجرام احنا قلنا الكايناتيك دياجرام شو هو الكايناتيك دياجرام لما نروح على الاكويشنز تبعون الحركة بنرسم عليها التيرمز اللي موجودة على يمين الاكويشنز فبالتالي حيكون عندي اي جي في الفا زي ما انتو شايفين هنا على الكايناتيك دياجرام وحيكون عندنا اما حنستخدم في هذه الروتيشن اما الريكتانجولار كوردناتس الـ X والـ Y بس الاحسن منها نستخدم النورمل والتانجينشال كوردناتس فلما نستخدم النورمل والتانجينشال كوردناتس حيكون في عندنا الـ M-A-G تانجينشال بهذا الاتجاه والـ M-A-G نورمل اللي هو من الـ G باتجاه النقطة O باتجاه النقطة O وعمودي باتجاه الحركة حيكون عندنا الـ M-A-G تانجينشال إذن حيكون في عندنا في هذه الحالة 3 تيرمز بنرسومهم على الكايناتيك دياجرام اللي هم الـ I-G ألفا والـ M-A-G نورمل والـ M-A-G تانجينشال هاي رسمنا الكايناتيك دياجرام ورسمنا الفري بادي دياجرام الآن خلينا نروح على الإكواشنز اللي بدنا نستخدمهم في الترانسليشن اللي هم سميشن الفورسز على النورمل بساوي M-A-G نورمل الآن الـ A-G نورمل إحنا بدنا الأكسلاريشن بتبع هذه النقطة النورمل حوالين النقطة O الآن إحنا اتعلمنا من أيام البارتيكلز إنه الأكسلاريشن النورمل بساوي R في أوميغا تربيع الآن R بدها تكون النقطة G بتلف حوالين O معناته RG اللي سميناها فوق اللي هي بين الأو والجي والأوميغا تربيع تبعات الريجد بادي اللي عندنا الإكواشن الثانية سميشن الفورسز على التانجينت بتساوي M-A-G تانجينت الآن الـ A-G تانجينت زي ما تعلمنا أيام البارتيكلز الـ A-G تانجينت أو الـ A تانجينت بدها تساوي R في ألفا وR زي ما أنتم شايفين عنا هي الـ RG اللي هي من الأو لالجي مضروبة في ألفا اللي هو ألفا للريجد بادي إذن هيت عنا 2 إكواشنز أخذناهم إحنا 2 إكواشنز أخذناهم من الإكواشنز تابعون للترانسليشن أو الإكواشنز تابعون الفورسز الآن الإكواشن الثالثة اللي هنأخذها اللي هي سميشن المومنت حوالين الجي بساوي I-G في ألفا طيب إذن الإكواشن الثالثة سميشن المومنت حوالين الجي بساوي I-G في ألفا ولكن في هذه الحالة اللي هي الـ Rotation About Fixed Point لو أخذنا المومنت حوالين النقطة O اللي هي النقطة التعليق أو النقطة الدوران أو النقطة اللي بمر منها الـ Fixed Access of Rotation الآن لما نأخذ المومنت حوالين النقطة A معناته هنا أنا بدي أرجع على الإكواشنز الرئيسية اللي تعلمناها في البداية وكأنه بدي أشغل أو مش كأنه بدي أشغل على هذه الإكواشن اللي هي سميشن المومنت حوالين أي نقطة ثانية زي P بساوي I-G في ألفا زائد أو ناقص M-A-G D أوكي تمام؟ الآن النقطة P هنا ستكون عندنا النقطة O فحيكون عندي I-G في ألفا وبدي أخذ الاتجاه البوزيتب وهو Counter Clockwise الآن بدي يكون M-A-G في D الآن ننطلع على الكاناتيك دياجرام بنلاحظ إنه M-A-G normal ما بتعمل عندي مومنت حوالين الأو ولكن M-A-G tangent هي اللي بتعمل المومنت حوالين الأو إذن M-A-G tangent هتعمل مومنت حوالين النقطة O والمومنت R مقداره هيكون R-G الآن اتجاهها هيكون برضو Counter Clockwise إذن هتكون بوزيتب إذن هنا إحنا الإكواشن تبعتنا اللي هي تبعت سميشن المومنت حوالين P بساوي I-G في ألفا زائد أو ناقص M-A-G-D هذه الإكواشن لما نترجمها على أو نسقطها على النقطة O اللي هي نقطة الروتاشن فحيصفي عنا سميشن المومنت حوالين O بساوي I-G في ألفا زائد M-A-G tangent في R-G الآن ال-A-G tangent شو هي زي ما حكينا فوق هي بتساوي ألفا في R-G ناخد ألفا كعامل مشترك فحيصفي عنا بين القوسين I-G زائد R-G تربيع في الماس I-G تربيع في الماس الآن ندقق النظر في اللي بين القوسين هي عبارة عن I-G زائد الماس في مسافة تربيع المسافة هذه ال-R-G هو نتخيل في عنا Axis of Rotation مار من G و Axis of Rotation مار من O يعني صار عنا نقل الجي لا الأو اللي هو كأنه أو مش كأنه احنا فعلا استخدمنا ال-Barrallel Axis Theorem اللي درسناها في درس الماس مومنت أوف انيرشيا فهذا هو اللي درسناه في الماس مومنت أوف انيرشيا هذه ال-I-G زائد الم-R-G تربيع حتكون هي المومنت حوالين النقطة O إذن اللي بين القوسين I-G زائد M-R-G تربيع حتساوي المومنت حوالين النقطة O إذن صفت عندي الإكواشن اللي هو سمممشن المومنت حوالين O اللي كان عندي Two Terms ههدولة Two Terms صفوا عندي جمعناهم وصفوا عندي One Term إذن سممشن المومنت حوالين ال-O بيساوي I-O في ألفة سممشن المومنت حوالين ال-O بيساوي I-O في ألفة إذن الثلاثة إكواشنز اللي بدنا نستخدمها في هذه الحالة سمميشن الفورسز طبعاً ممكن نستخدم سمميشن الفورسز على الـ X و سمميشن الفورسز على الـ Y لكن في حالة زي ما حتشوفه من الـ Formal اللي حنحله بعد شوي استخدام الـ Normal والـ Tangential بيكون أسهل إشي سمميشن الفورسز على الـ Normal بيساوي M-A-G Normal والـ A-G Normal بيساوي R-G Omega تربيع سميشن الفورسز على التانجنت بساوي MAG تانجنت والMA والAG تانجنت بساوي ألفا RG الإكواشن الثالثة سميشن المومنت حوالين الجي بساوي IG في ألفا أو هذه الإكواشن هتشوفوا إنه إذا استخدمنا المومنت حوالين النقطة O بدها تساوي IO في ألفا إذن المومنت إما حوالين الجي بساوي IG في ألفا وإما المومنت حوالين الأو بساوي IO في ألفا الآن هذه بس في حالة الروتاشن أباوت فيكس بوينت بس في حالة الروتاشن أباوت فيكس بوينت إذا كانت النقطة O إذا كانت النقطة O هي النقطة اللي بنعمل روتاشن حواليها إذا كانت النقطة O هي اللي بنعمل روتاشن حواليها إذن بيكون سميشن المومنت حوالين الأو بساوي IO في ألفا تمام شباب وصبايا الحديث الآن تمام تمام الآن هيك إحنا بنكون خلصنا شرح تبعت الدرس الروتاشن أباوت فيكس بوينت للريجد بادي نروح لحل أسئلة حنحل سؤالين إن شاء الله أول إشي سؤال 45 سؤال 45 شو بحكي خلينا نفتح عليه سؤال 45 سؤال 45 شو بحكي بحكي في عندي يونيفورم سليندر بار إلو ماس مقدارة 8 كيلوغرام يعني بلف حوالين النقطة A الآن وين ثيتا بتساوي 30 ديجري ثيتا دوت بتساوي 2 راديان بير ساكن الآن في هذه الحالة لما تكون ثيتا بتساوي 30 درجة بدنا نحسب The force supported by the pin at A at that instant أو بكلمات أخرى بدنا نطلع الرياكشن فورسز عند النقطة A لما تكون ثيتا بتساوي 30 درجة أوكي شباب وصبايا هاي السؤال تبعنا طبعا إحنا السؤال تبعنا هون إحنا الـ A B بتحرك إحنا بتحرك في هذا السؤال swings in the vertical plane وإحنا بس بدنا ندرس الرياكشن فورس في لحظة معينة لما تكون ثيتا بتساوي 30 درجة بس إحنا عند لحظة معينة اختلفت الزاوية زي ما حتشوفو بعد شوي كل الأرقام عندنا حتختلف خلينا نفتح على هذا السؤال الآن في هذا السؤال هو طالب الرياكشن فورس عند A الآن الرياكشن فورس عند A لا إحنا عارفين الماكنيتيوت تبعها ولا إحنا عارفين الديريكشن تبعها أوكي فالآن بدنا نفرضها زي ما تعلمنا بأيام الستاتيكس الآن قبل ما نفرضها الآن قلنا إحنا أحسن كوردنيت سيستم نشتغل عليه في هذا السؤال اللي هو النورمل والتانجنشل فبالتالي النورمل حيكون باتجاه محور الدوران اللي هو الـ والعمودي عليه باتجاه الحركة حيكون عندي التانجنش فهيحطينا البوزيتف N والبوزيتف T زي ما أنتم شايفين في هذا السؤال الآن باجي بفرض الفورس الرياكشن فورس باجي بفرض إنه إلها two components أوكي باجي بفرض إلها two components وحدة مع اتجاه النورمل وحدة مع اتجاه التانجنش الآن أنا ما بعرف قيمهم أوكي ولكن إذا طلعوا بوزيتف معناته الاتجاه اللي فرضته حقيقي إذا بيكون عكسه أوكي إذن باجي بفرض أنا الفورس اللي عندي الرياكشن فورس بفرض إلها two components a tangent و a normal طيب الآن باجي بعدين summation الفورس باتجاه التانجنش بساوي m a g tangent وال a g tangent بدا تساوي r g في ألفة زي ما أنتو شايفين إذن لازم أطلع ألفة حتى أطلع a tangent لما أجي حتى أقدر أستخدم هذه الإكوشن لازم يكون ألفة طالعة عندي طيب الآن ألفة كيف بدي أطلعها الآن ألفة وين موجودة عندي موجودة في الإكوشن تبعة المومن إذن باجي قبل ما أدخل على هذه الإكوشن بروح على الإكوشن تبعة summation المومنت حوالين النقطة التعليق يساوي I O في ألفة الآن سميشن المومنت حوالين O اللي هي بجيبها من الفورسز والمومنت اللي حوالين النقطة شو في عندي فورسز أو مومنت بتعمل مومنت حوالين O في عندي بس الويت اللي هو 8 هذا حيعمل مومنت حوالين النقطة O إذن هاي عندي الويت 8 الآن لازم أطلع هذه المسافة اللي هي المومنت ARM المومنت ARM هذي حتطلع عندي اللي هي point four five في كوساين الثلاثين اللي هي المسافة العمودية بين خط عمل الويت اللي أنا راسمه والنقطة O الآن ما في عندي forces تانية أو ممكن هذه الفورس ممكن أحكي إنه بحللها لمركبتين اللي هي مركبة مع التانجن ومركبة مع النورمل المركبة اللي مع النورمل بتسويش مومنت لكن المركبة اللي تبعت التانجن بتسوي مركبة التانجن اللي هي الام جي ساين الثلاثين مضروبة في المومنت ARM اللي هو 450 مليمتر المهم عنا طريقتين هنا لعمل المومنت تبعت الويت إما مباشرة مع الويت وإما مع الكمبوننت تبعون الويت هذا هذا الحكي شو حيساوي حيساوي اي او يعني المومنت مومنت في انيرشيا لا ال اي بي حوالين النقطة او الآن ال او على الطرف معناته ال او اذا ارجعنا لا التابلز تبعون الماس مومنت في انيرشيا هي عبارة عن ال اي حوالين ال واي ون واي ون اللي هي تولت الماس تمانية في الطول تربية الطول هو عبارة عن بوينت ناين تربية مضروف في الفة عندنا النون وحيد في هذه ال ايكواشن اللي هو الفة اذا الفة هتطلع عندي بتساوي 14.16 راديان بير ساكن تربية اذا اقدرت من ال ايكواشن تبعتي المومنت اطلع الانجولر اكسلاريشن في هذه اللحظة لما يكون عندي لما يكون عندي الزاوية مقدارها 30 درجة طيب الآن طلعنا النورمال طلعنا الانجولر اكسلاريشن اذا بقدر اروح على ال ايكواشن تبع الفورس في اتجاه التانجين فاسمميشن الفورس باتجاه التانجين بده يساوي الماس في الفة جي تانجين الفة جي تانجين زي ما حكينا بتساوي r جي في الفة الآن السمميشن الفورس على التانجين شو في عندي فورس على التانجين في عندي مركبة الوزن اللي هي اتس اتس فاليو بي سكستين بوين نانتين نيوتن اوكي هاي 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 الهيكواشن طلع من سمميشن الفورس ان التانجين دايريكشن طلعنا ال الان الروح على الاكواشن التالتة اللي هي سمميشن الفورس على النورمل بيساوي m a g نورمل ال a g نورمل بتساوي r g في اوميغا تربيع الان الاتجاه البوزيتف تبع النورمل بهذا الاتجاه مع البوزيتف n معناته هذا الاتجاه ال an بتتكون بوزيتف هنطرح منها مركبة الوزن في اتجاه النورمل اللي هي 8 g في سين 30 مع اشارة ال نيغاتف هذا هتساوي الماس اللي هي m r g اللي هي 0.45 في اوميغا تربيع اللي هي 2 تربيع the only unknown in this equation اللي هي ال a نورمل اذا هيكون عندي ال a نورمل 53.64 نيوتن اذا هاي الرياكشن فورس الرياكشن فورس طلعت الكمبونن تابعونها على اتجاه النورمل واتجاه التانجنت وطلع القيم تبعتهم positive معناته الاتجاه اللي فرضتوا انا هو الاتجاه الحقيقي الان الان بدي اطلع التوتل ماغنيتيود لا الرياكشن فورس معناته بدي اوخذ ال a تانجنت تربيع اللي هي 16.99 تربيع زاد ال a نورمل تربيع اللي هي زاد 53.64 تربيع تحت الجدر اذا سيطلع عندي ال a total ال a reaction force لل system اللي عندي عند النقطة a الرياكشن فورس ستطلع 56.3 نيودن اوكي شباب صبايا الان كيف طلعنا الرياكشن فورس في حالة الديناميكس تمام دكتور اوكي الان ملاحظتين صغار الان شو الزاوية بلاحظ انه الرياكشن فورس هنا بتعمل زاوية معينة فكيف بدي احسبها باجي على ال a normal هنا وال a tangent وبطلع الزاوية اللي بيعملها مثلا مع a normal وبجمعها وممكن اطلعها مع x axis او positive x axis او negative x axis بلاحظ انه في زاوية بسويها مع normal وال tangent لانه a total اكيد هتكون بين a normal وال a tangent الان النقطة الثانية الآن لو اتخيلت انه الزاوية عندي theta وعند الزاوية theta مسكت السيسم انه يتحرك اعملت welding الحام ثبتتو الآن اطلب مني السؤال اطلع reaction force او reactions الآن reaction هيكون زي ما تعلمنا بال aesthetic هيكون في عندي reaction force لا الاعلى وحيكون في عندي reaction moment بشكل counter clockwise الآن بس خلينا نحسب reaction في حالة aesthetics نحسب الآن قديش في عندي reaction reaction طبعا هتكون الاتجاه تبعة A باسميها الاس aesthetic او الآن شو هتساوي هتساوي 8 G 8 في 9.81 اللي هي هتطلع نيجي نضربها 9.81 في 8 تطلع 78.48 نيوتن شو الاتجاه تبعها مع الاتجاه تبعها Up او مع الاتجاه اذا كان عندنا Y مع positive Y axis اللي هو للأعلى تمام اذا في حالة الستاتيكس لما تكون الزاوية 30 درجة وكون عامل ويلدنك هيكون reaction force مقدارها 78.48 نيوتن بينما اتجاه هل الأعلى بينما لما صار عندي dynamics الكمية الرياكشن اختلفت صارت 56.3 والزاوية تبعتها برضو اختلفت الرياكشن عند ايه في حالة الديناميكس مش للأعلى قلنا هتعمل زاوية بين النورمال والتنجنشل في هذا السؤال اوكي شباب الصبايا هيك بنكون خلصنا حل سؤال 45 في الريجد بادي خلينا نروح على سؤال الثاني إلا إذا عندكو سؤال في عندكو أسئلة شباب كله تمام تمام بسو اوكي اناس خلينا نروح على السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده سؤال 68 68 هاي زاي ما انتو شايفين بالرسم اللي قدام كو عبارة عن روبوتك آرم عبارة عن روبوتك آرم الآن هذا ال A B عبارة عن آرم و B C عبارة عن آرم ثاني ال A B بعمل روتاشن حوالين ال A B بعمل روتاشن حوالين ال A وال B C بعمل روتاشن حوالين ال B الآن C هذه ممكن تكون نزل يطلع منها سبري يطلع منها الدهان يطلع ممكن تعمل ويلدنج المهم في عندنا أبليكيشن معين عندي النقطة C مش مذكور في السؤال وما بهمنا ك سؤالنا في ال ال الآن نلاحظ أنه مرة ثانية ال ديمينشن تبعت A B 700 ملي متر B C 350 نلاحظ أنه ال center of mass يقع عندي في نص A B و نص B C الآن نرى ما يطالب في السؤال الآن حكيلي الروبوتيك ديفايس بتكون من OA طبعا OA ثابتة AB بتلف حوالين A والBC بتلف حوالين B طبعا Access of Rotation هنا عموديات على مستوى الصفحة مرة من A ومرة من B شو اللي طالبوا في السؤال اللي طالبوا في السؤال نحسب المومنت اللي عند A اللي احنا بنحتاجها اللي هي احنا لازم نطبقها applied to the arm AB الآن نتخيل انه في عندي actuator معين بدي اجيبه عند النقطة A بدي هذا الـ actuator بمومنت معينة احركه بمومنت معينة بحيث انه المومنت هذا يحرك الـ AB حوالين الـ A بأكسلاريشن مقداره 4 راديان بير سكن تربيع واتجاه نكمل قراءة السؤال اتجاه counter clockwise وفي هذه الحالة الأولى لما بدنا المومنت حوالين A بدنا الجوينت B تكون لكت يعني الآن احنا في الحالة الأولى ركزوا معي هون بدنا لما تكون الزاوية 45 بدنا نطلع المومنت عند A اللي الاكتشويتر بحتاجها عند A بحيث انه AB والBC الزاوية بينهم تكون لكت الجوينت بي لكت يعني الزاوية تضل 90 درجة بين الـ A وال B في المرحلة الأولى لما نطلع الـ A يعني كأنه عندي الريجد بادي هو ABC والBC بتعمل زاوية مقدارها 90 مع AB وهذه الزاوية ثابتة الآن المطلوب الثاني في السؤال بدنا نثبت النقطة A عند الزاوية 45 اللي احنا شايفينها نثبت الجوينت A ونحرك الجوينت B جوينت B تصير تتحرك والجوينت B في عندها اكتشويتر هيعمل لي مومنت هيحرك لي البي سي بانجولر اكسيلاريشن مقداره 4 راديان بير سكن تربيع كاونتر كلوك وايز كمان اوكي شباب صبايا هيك حل او صيفة السؤال اي ملاحظات عليه اوكي شباب اوكي شباب خلينا اروح على حل السؤال الان في الجزء الاول من السؤال الفرع ا طالب المومنت حوالين ال ا اللي هي هذه المومنت حوالين ال المطلوب عندنا لما يكون a b b c عبارة عن one rigid body بيسوي 90 درجة زي ما انتم شايفين الان كل هذا ال rigid body اللي على شكل حرف l بده اللف ب counter clockwise acceleration مقداره 4 راديان بير سكن تربيع في هذه الحالة بدنا نطلع المومنت اللي بنحتاجه عند النقطة a اذن المومنت عند a اذن احنا في عنا rotation about fixed point ل rigid body a b c في الفرع الاول المومنت حوالين a بده تساوي i a في alpha وبده اخذ هذا الاتجاه counter clockwise هو الاتجاه البوزيتب للا اكواشن بنفس اتجاه alpha عشان alpha تكون بوزيتب الآن شو الشغلات اللي بتعمل عندنا moment حوالين النقطة a الآن في عندي الابلايد moment اول اشي هذا الابلايد moment اللي عندي وحيكون اتجاهه positive هاي m a الآن بعدين في عندي ال الويت الاولى اللي ال a b الماس تبعتها 25 كيلوغرام فبالتالي الويت هاي الويت لا الاسفل 25 g في الآن moment arm اللي هو هيكون هذا الضلع اللي رسمته اللي هو بين خط عمل الفورز والنقطة a اللي عندي اللي هي point three five في كوساين ال 45 الآن هذه مراكبة الوزن هتعمل clockwise moment فبالتالي هيكون الاشارة تبعتها negative هتكون الاشارة تبعتها negative الآن شو في كمان عندنا فورز بيعملوا moments حوالين النقطة a في عندنا وزن الضراع b c اللي هو ال 4 g هاي ال 4 g بتعمل moment حوالين a معناته بدي أحسب هذا moment arm اللي عندي الآن هذا ال weight هو عبارة عن 4 g الآن moment arm هذا اللي رسمته هو عبارة عن 700 ملي زائد نص 350 اللي هو 175 بدي أضربها في كوساين ال 45 إذن لا ال weight اللي هو ال 4 g هيكون عندي المومنت R مقداره 700 زائد point 17 في كوسان 45 وإشارتها بدأ تكون negative لأنه بيعمل clockwise moment الآن هذا بدي يساوي I حوالين A I ل مين I لكل ال rigid body اللي عندي ABC هذا ال rigid body بدي أطلع له المومنت الآن هسا هنشوف كيف هنحسب المومنت مضروب في ألفة ألفة اللي هي أربعة وقلنا counterclockwise هو الاتجاه positive للإكواشن وهو الاتجاه تبع ألفة معناته هيكون عندي positive أربعة تمام إذن هاي طلعنا هذه الإكواشن بنطلعنا المومنت طلعنا المومنت لا لثري تيرم سبعون ها المومنت تبعت الخمسة وعشرين جي والمومنت تبعت الأربعة جي وهي عندي الألفة ضل عندي أحسب المومنت أحسب الماس مومنت فنيرش حوالين الآن الآي أ الآي أ هون بدي أجي أفصلها هو كاتبها هون هاي ومطلعها بس خليني أكتب شوية رموز حتى تكون الأمور واضحة بالنسبة إلنا في حل المسائل الآن الآي الآي لا أ بدها تساوي الآي لا أ لأ بي زائد الآي حوالين الآي لبي سي الآن بالنسبة لأ الآي حوالين أ للأ بي شو بسوي الآن بطشوف الآي بدي ألفها حوالين وين حوالين الآي وآي جاي على طرفها على طرف لسلين درد A B إذن بروح على التابل وبنلاحظ إنه النقطة A هي كأنه بمر منها بمر منها مين بمر منها الأكسز Y وين 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 إذن برجع على التابل مرة تانية برجع على التابل مرة تانية فأنا جاي على الطرف هون معناته الواي وين وين مار من الأ معناته أنا عندي تلت م التربيع هي القيم اللي بقرأها من التابل هاي قرأتها من التابل فحيكون عندي واحد على ثلاثة الماس 25 في التربيع اللي هو ضرب 0.7 ضرب 0.7 أوكي الآن ال I حوالين ال A لمين لل B C الآن بلاحظ إنه هاي ال B C وهذا ال B C بدي أعمله المومنت حوالين ال A الآن لو روحت على التابل بلقيش هذا ال A مع ال الرد B C ال B C بعيد عن ال A شو الحل الحل بدي أستخدم L Parallel Access Theorem ال Parallel Access Theorem شو بتحكيلي بتحكيلي I حوالين ال G 2 طبعا هذا ال B C زائد الماس تبعتها اللي هي أربعة كيلوغرام تبعت ال B C مضروبة في D تربية و D هنا بين مين ومين بدها تكون D بدها تكون بين G 2 و النقطة A تمام إذن ال I حوالين الجي شو بدها تكون ال I حوالين الجي بدها تكون 1 على 12 ضرب الماس أربعة في الطول تربيع 0.35 ضرب 0.35 زائد خلصنا ال I حوالين الجي 2 لل B C اللي 1 على 12 الآن هذا الحاكي بدي أجمع له الماس أربعة بدي أبعدين المسافة من ال A لحد الجي 2 بدي أستخدم النظرية فيه تغورس اللي هي حتكون عندي اللي هي 0.7 تربيع زائد 0.1 7 5 ضرب 0.1 7 5 الكل تحت الجذر تربيع الكل تحت الجذر مع التربيع بيطير وفبصفي هذا الرقم إذن نجمع هدول ال 3 تيرمز اللي طلعوا عنا نجمع هدول ال 3 تيرمز اللي طلعوا عنا أوكي فبيطلع عنا 6.21 كيلوغرام متر تربيع قيمة ال I لل ABC حوالين ال A بنحطها في الإكواشن ال I A بيضل عنا النون وحيد في هذه الإكواشن اللي هو ال M A فبالتالي الأكتويتر إذا بدنا نشتري ونعطيه لجماعة الميكاترونيكس حتى يشتروا لنا يا ل الروبوتيك أرم بده يكون قيمته في هذه اللحظة 109.8 نيوتن متر تمام الآن الروح للمطلوب الثاني في السؤال المطلوب الثاني في السؤال ال A بدنا نثبتها ونخلي ال B تتحرك الجوينت عند B تتحرك زي ما بدها بدنا إياها تتحرك بأكسلاريشن مقداره 4 راديان بير سكن تربيع كاونتر كلوك وايز إذن حتكون الإكواشن عندي سماشن المومنت حوالين ال B بساوي I B لا ال B C في ألف الآن نرسم الفري بادي دياجرام حيكون عندنا المومنت حوالين ال B M وحيكون عندنا ال 4 G الاتجاه كاونتر كلوك وايز حنوخته بوزيتف إذن M بي حتكون ناقص الويت حيامل عندي كلوك وايز مومنت فبالتالي حيكون عندي نيجاتف الآن الويت 4 G هاي هذا الويت في المومنت ارم بتوين دي بتوين خط عمل الفورس و المحور الدوران اللي هو هذا الخط هذا حيطلع عندي بوينت وان سيفن فاي في كوسين الـ 45 هاي عندي المومنت اللي بتسويه الويت بدها تسوي IB لمين للB C حوالين الB اللي هو IB للB C حوالين الB برضو من التابل هي عبارة عن تلت الماس في ال تربيع اللي هو تلت 4 في 0.35 تربيع بطلع 0.16 3 3 إذن هاي الI B اللي هي 0.633 في 4 إذن بطلع المومنت حوالين الB بساوي 5.51 نيوتن متر تمام شباب صبايا إذن الآن هنا قدرنا نطلع إنه المومنت عند A بنحتاجها لما يكون B لوقت 109.8 نيوتن لما تكون A لوقت والB بتتحرك بدنا الاكتشويتر المومنت تبعه عند B بساوي 5.51 نيوتن الآن خلصنا حل السؤال بس نتخيل إنه لو كانت عندي في الفرع الأول نتخيل إنه المسألة كانت استاتيكس كانت المسألة استاتيكس معناته عندي يعني أنا عندي ال A B B C بهذا الشكل ومثبتها هنا الزاوية مثبتها 90 والزاوية هنا اللي بيعملها ال A B مع الهوريزانت ال 45 وجيت أعملت هنا ثبتت الحركة بدي استاتيك بدي أعمل لوقت للجوين بدي أشوف شو المومنت اللي بحتاجها حتى أثبت النقطة أثبت ال A B C حوالين النقطة A فبهذه الحالة الألفة بده يكون صفر هذا التيرم بده يروح هذا التيرم بده يروح معناته ال M A في حالة الاستاتيكس بدها تساوي 25 في جي مضروف في المومنت أرم زائد الأربعة جي في المومنت أرم هذا مرة تانية هذا في حالة الاستاتيكس في حالة الداناميكس لاحظين أنه في حالة الداناميكس صار في عنا كيمة إضافية الآن في حالة الاستاتيكس عنا الألفة بتساوي صفر إذن بس عنا ال 25 جي في المومنت أرم تبعها زائد الأربعة جي في المومنت أرم تبعها بينما في حالة الداناميكس هيكون عنا ال I جي في ألفة أو I A في ألفة زائد ال 25 في المومنت أرم زائد الأربعة جي في المومنت أرم معناته في حالة الداناميكس ال M A هتكون أكتر من M A في حالة الستاتيكس وصلت شباب وصبايا إذن مرة تانية الرياكشن فورسز في حالة الديناميكس بتختلف عن الرياكشن فورسز في حالة الستاتيكس زي ما أنتوا شايفين في هذا السؤال هيك بنكون خلصنا هذا السؤال وخلصنا سيكشن خمسة أربعة بيضل عنا تو سيكشنز اللي هو ستة خمسة وستة ستة اللي هو حنحلهم إن شاء الله أو نحكي عليهم بكرة وبعده الله يعطيكم العافية هيك بنكون خلصنا محاضرة اليوم تنسوش